يعد متحف آيا صوفيا في تركيا واحدا من أكثر المعالم التاريخية جذبا للسياح إذ يتميز المكان باحتوائه على رموز دينية مسيحية وإسلامية فبعد تحويله من مسجد إلى متحف على يد مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتيرك بدأت بعض الجهات التركية تطالب في السنوات الأخيرة بإعادته إلى مسجد تقام فيه الصلاة في قلب المدينة القديمة بإسطنبول يقع متحف أو مسجد أو كنيسة آيا صوفيا اختلفت التسمية حولها وتباينت الآراء بحسب التوجهات السياسية والدينية والقومية يعود تاريخ بنائه إلى عام 532 للميلاد حين أراد الإمبراطور البيزنطي غوستنيان أن يجعل منه نموذجا يحتذى به للكنيسة الأرثوذكسية ظل الأمر كذلك لأكثر من 900 عام إلى حين أمر السلطان العثماني محمد الفاتح بتحويله إلى مسجد بعد فتحه مدينة القسطنطينية آيا صوفيا كانت كنيسة ثم تحولت إلى مسجد وهي الآن متحف وكونه متحفا فهو يسمح للزوار من كافة الأديان القيام بزيارته وينظم بعض الأتراكي كل عام وقفة احتجاجية أمام هذا المتحف للمطالبة بإعادته إلى مسجد لكن ثم تمن يرى بضرورة إبقائه على حاله حفاظا على القيام العلمانية للجمهورية التركية اشتركوا في القناة